في بلدة سردى شمال راملا تفتتح وكالة بيتمال القدس رواقها بمعرض فلسطين الدولي الثالث عشر للكتاب وذلك بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيا وعدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين والديبلوماسيين وكالة بيتمال القدس الشريف اليوم تشارك في حدث ثقافي هام وهو المعرض الدولي للكتاب الثالث عشر مشاركة وكالة بيتمال القدس التي تعمل تحت الإشراف الشخصي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تشارك في هذا الحدث في إطار أولا تواجدها المداني العام في دعم المقدسيين ودعم الفلسطينيين بشكل عام في مشاريعهم واحتياجاتهم وأيضا يأتي في إطار تواجد وكالة بيتمال القدس كسد منيع لدعم المؤرخ ودعم الكاتب في منشوراته وإصداراته يضم رواق الوكالة الذي أقيم على الطراز المغربي الأصيل نماذج من منشوراتها حول تاريخ القدس ومركزها الديني والحضاري ومظاهر ارتباط المغاربة بها وبمسجدها المبارك زيارة دولة رئيس الوزراء لبيتمال القدس أيضا يعكس تقدير دولة رئيس الوزراء للمغرب ملكا وحكومة وشعبا مشاركة الوكالة في معرض فلسطين الدولية الثالث عشر للكتاب يتزامن هذا العام مع تخليد الوكالة ليبيلها الفضي تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وذلك احتفاء بمرور خمسة وعشرين عاما على دخولها الفعلي حيز العمل بمبادرة من الملك الراحل الحسن الثاني هذه المشاركة تأتي هذه السنة تتويجا لسلسلة من برامج وأنشطة الدعم الثقافي في القدس هذه الأنشطة تتوزع ما بين دعم المنتديات الثقافية دعم الندوات دعم اللقاءات العلمية في جامعة القدس خصوصا دعم خاص لناشرين وأدباء وكتاب وشعراء فلسطينيين المعرض الذي تنظمه وزارة الثقافة الفلسطينية يعرف هذا العام مشاركة ثلاثمائة وتسعين دار نشر عربية ومحلية بجانب مشاركات من دول أجنبية مثل تركيا وإيطاليا وبريطانيا وكندا ويضم المعرض أكثر من واحد وستين ألف عنوان ضمن مساحة كلية تجاوزت ستة ألاف وخمسمائة متر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة